في الاستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي بالعاصمة الموقتة عدن وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي ورحب الزبيدي باللواء الصبيحي وهنأه بخروجه من الأسر في سجون الميليشيات الحثية مشيدا بصموده وثباته وصبره بمعية الأسر الآخرين مجددا التأكيد أن كل تلك التضحيات لن تذهب سدى وستظل محل فخر واعتزاز لوطنهم وشعبهم وأثنى الزبيدي على الأدوار النضارية لللواء الصبيحي ومواقفه الوطنية خلال مشواره الحافظ بالعطاء في خدمة الوطن